بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيزي الطالب إلى اللقاء التاسع من مقرر مساحة اثنين هذا اللقاء سيكون تحت عنوان الميزانية المثلثية اهداف اللقاء في نهاية هذا اللقاء ستكون عزيزي الطالب قادرا على تحقيق الاهداف التالية واحد تعرف الميزانية المثلثية اثنين تعدد انواع الميزانية المثلثية ثلاثة تذكر اهمية الميزانية المثلثية الدقيقة أربعة تستخدم الميزانية المثلثية البسيطة لإيجاد مناسب النقاط بالطرق التالية أولا طريقة رسط الهدف من نقطة واحدة ثانيا طريقة الرسط من نقطتين في اتجاه واحد بالنسبة لنقطة الهدف ثالثا الرسط من نقطتين في اتجاهين مختلفين بالنسبة لنقطة الهدف عزيزي الطالب تدرقنا في اللقاء السابق حول عملية تحديد احداثيات نقاط مجهولة بطريقة التقاضعات وقد تم التركيز على شرح دريقتين هما دريقة التقاضع الأمامي وأيضا دريقة التقاضع العكسي على النحو التالي أولا التقاضع الأمامي لتحديد احداثيات النقطة وتم استخدام الزاوية في عملية تطبيق هذه الطريقة حيث تم توضيح خضواتها لإيجاد احداثيات نقطة مرئية ولكن لا يمكن الوصول إليها بمعنى أن النقطة المراد إيجاد احداثياتها بطريقة التقاضع الأمامي هي عبارة عن نقطة غير محتلة وتم توضيح ذلك بالمعادلات الرياضية والمخططات التوضيحية أيضا تم التقاضع العكسي لتحديد احداثيات النقاط وتم استخدام فيها طريقة قياس الزاوية حيث تم توضيح خضوات إيجاد احداثيات نقطة يمكن الوصول إليها وبالتالي تكون هذه النقطة محتلة ولابد من توافر على الأقل ثلاث نقاط ذات احداثيات معلومة في هذه الطريقة وفي هذا اللقاء عزيزي الطالب الذي يرتبط بشكل غير مباشر باللقاء السابق حيث سيتم شرح تطبيق الميزانية المثلثية لحساب مناسب النقاط بتطبيق المعادلات الرياضية التي سيتم شرحها في هذا اللقاء بإذن الله الميزانية المثلثية هي أحد طرق تحديد فروق الارتفاعات بين النقاط الموجودة على سطح الأرض والمحددة مساحيا باستخدام جهاز الثريو دليت أو يمكن تعرفها بأنها هي عبارة عن تحديد فرق المنسوب أو فرق الارتفاع بين النقاط بطريقة غير مباشرة أي عكس نظام الميزانية الدقيقة أو الميزانية العادية التي تم أخذها في مقرر المساحة المستوية ومقرر مساحة واحد حيث يتم استنتاج فرق الارتفاع في هذه الطريقة حسابيا من الزاوية الراسية المقاسة بالثيودليت ومن المسافة الأفقية المقاسة بإحتراء ضرق قياسات المسافة حيث قد تكون الطريقة هي طريقة مباشرة باستخدام شريط القياس أو باستخدام الطريقة الغير مباشرة باستخدام شعارات الاستادية أو بضريقة ذلالة الزاوية التي تم توضيح هذه الطرق في اللقاءات السابقة ويعتمد حساب فرق الارتفاع بين النقضة بهذه الطريقة على الخواص الهندسية للمثلث القائم الزاوية الذي يتكون في الفراغ بواسطة منظار الثيودليت كما هو موضح في الشكل حيث أن الجهاز موضوع على نقضة الراسط والهدف هو عبارة عن برج سكني موجود أمام الجهاز وبالتالي تم عملية تكوين مثلث فراغي قاعدته هي مرتقزة على البرج وأما رأس هذا المثلث فهو عبارة عن نقضة الراسط الموجودة على الجهاز ويمكن عزيزي الطالب تكسيم طريقة الميزانية المثلثية إلى ميزانية بسيطة وأخرى دقيقة أنواع الميزانية المثلثية الميزانية المثلثية هي عبارة عن أسلوب حسابي رياضي مساحي الغرض منه استنتاج فروق الارتفاعات بين نقاض الرفع المساحي بمعنى إيجاد فروق المناسب بين النقاض المساحية التي تم تحديدها بجهاز الثيوديليت وذلك عن ضريق معلومية الزاوية الراسية مع المسافة الوفقية التي يتم قياسها بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة وتنقسم الميزانية المثلثية إلى نوعين رئيسيين هما على النحو التالي الميزانية المثلثية البسيطة والميزانية المثلثية الدقيقة أولا الميزانية المثلثية الدقيقة بالنسبة للميزانية المثلثية الدقيقة حقيقة عزيزي الطالب سوف يتم التضرق لها بشكل سريع لأن الميزانية المثلثية لها ارتباط مباشر مع المساحة الجيوديسية وهي تكون في حد ذاتها تخصص مستقل الذي يعتمد في هذه المساحة الجيولوجية في التعامل مع مساحات ومناطق كبيرة بحيث يلزم الأمر أخذ كروية وينكسر الأرض في الحسابات الناتجة من هذا القياس ولكن يمكن أن يختص هذا التخصص بدراسة العمليات المساحية اللازمة لإنشاء الخراهض للمناطق الشاسعة والمساحات الكبيرة كإنتاج الخراهض التفصيلية التي تم توضيحها في مقرر مساحة واحد تعتبر المساحة الجيوديسية أدق أنواع المساحات التي تنفذ على سطح الأرض لأن الغرض الرئيسي من هذا التخصص أو من هذه المساحة تثبيت نقاط على سطح الأرض بدقة عالية وبدون أي أخطاء لأن هذه النقاط سوف يتم استخدامها كمناسب مرجعية أو نقاط مرجعية أساسية لربط المساحات والقياسات المساحية الأخرى سواء كانت طبوغرافية أو تفصيلية والشكل المجاور عزيزي الطالب يوضح لدينا عبارة عن نقاط جيوديسية تم عملية تثبيتها على سطح الأرض بدقة عالية حيث أن هذه النقاط تعتبر روبير مرجعي لبقية المشاريع الهندسية والمساعية المختلفة أهمية الميزانية المثلثية الدقيقة تكمن أهمية الميزانية المثلثية الدقيقة في دراسة معلومات خاصة بأجزاء كبيرة من سطح الأرض ومن هذه الأهمية ما يري اختيار وتحديد مواقع نقاط عديدة على سطح الأرض تسمى بنقاط المثلثات لتكون أساسا أو هيكلا لعمل مساحات كبيرة وضابطا ومرجعا لعمل المساحات الصغيرة سواء كانت توبغرافية أو تفصيلة وتعتبر هذه النقاط المحتدة هي عبارة عن نقاط مرجعية بغرض ربض كافة المشاريع المنفذة في المدينة الواحدة مع بعضها البعض لا سيما المشاريع الطولية كمشاريع الصرف الصحي ومشاريع الطرقات اثنين الرصد الفلقي لتعيين مكان الرصد بالنسبة لسطح الأرض والغرض منه تثبيت نقاط المثلثات السابقة الذكر ثلاثة بالنسبة للميزانية الدقيقة والجيوديسية وذلك لتعيين ارتفاعات النقاط وفروق المناسب فيما بينها بالنسبة المتوسط سطح البحر أربعة دراسة المد والجزر وقع البحر لتعيين مستوى الإسناد في الميزانيات وفي عمل الخراهد الملاحية وأخيرا في إسقاط الخراهد المساحية المختلفة سواء كانت طيبغرافية أو كانت تفصيلية ثانيا الميزانية المثلثية البسيطة وهنا سوف يتم شرحها بشكل مفصل ودقيق يختص هذا النوع بتحديد فروق الالتفاعات بين النقاط موجودة على سطح الأرض بينها مسافات قصيرة يتم قياسها بسهولة كما ذكر إما بشريد أو بجهاز الثيودلين عن دريق شعرات الاستادية أو طريقة ظلال الزاوية وقد تسمى هذه الميزانية بالميزانية المثلثية قصيرة المدى نتيجة لأنه يتم استخدامها في المسافات القصيرة ويتم استخدام بعض المعادلات الرياضية السهلة لحساب تلك المناسب واستنتاجها رياضيا لذلك بعض المساحين يضلقون على هذه الطريقة بالطريقة الغير مباشرة وبالتالي في هذه الطريقة يتم إهمال تأثير انكساب وكروية الأرض أثناء عملية القياسات والارصار المختلفة لأن المسافات تكون جسيرة وبالتالي تكون الأجزاء مرفوعة من سطح الأرض بسيطة ومن أهم تطبيقات الميزانية المثلثية البسيطة في المشاريع الهندسية هي الأهداف المساحية الغير ممكن قياس ارتفاعها بالميزانية العادية باستخدام جهاز الليفل الذي شرح في مقابل مساحة واحد ومنها ما يلي إيجاد ارتفاعات المباني والمنشآت ارتفاع الأبراج الخاصة بنقلة الطاقة الكهربائية وارتفاعات قمم المآذن وأخيرا تحديد ارتفاعات الأبراج التجارية العالمية ذات الالتفاعات الشاهقة توجد لدينا عزيزي الطالب ثلاثة حالات لتحديد فروق الالتفاع بين نقاط الرصطة التي تم تحديدها بجهاز الثيودليت وبين الهدف المرصود وترتبط هذه الحالات بسهولة وإمكانية الوصول إلى الهدف المرصود بجهاز الثيودليت أو عدم الإمكانية من ذلك بالإضافة إلى عدد نقاط الرصط ومواقع كل منها بالنسبة لبعضها البعض وهي كما يلي الطريقة الأولى هي رصط الهدف من نقطة واحدة باستخدام جهاز واحد الطريقة الثانية رصط الهدف من نقطتين في اتجاه واحد بالنسبة للهدف واستخدام جهازين والطريقة والطريقة الأخيرة وهي رصط الهدف من نقطتين في اتجاهين مختلفين وعلى منسوبين قد يكونان متساويان أو مختلفان بحسب تضاريس العرض ويتم استخدام جهازين في هذه الطريقة وفيما يلي عزيزي الطالب شرح للثلاث الطرق بشكل تفصيلي مدعما بالعمليات والمعادلات الرياضية والأشكال التوضيحية لكل طريقة بشكل مستقل أولا رصط الهدف من نقطة واحدة في هذه الحالة عزيزي الطالب يكون من الممكن الوصول إلى الهدف المرسود وقياس المسافة الأفقية سواء كان بالطريقة المباشرة أو بالطريقة الغير مباشرة كما هو موضح لدينا في الشكل المجاور حيث أنه تم قياس المسافة دي ما بين نقطة الهدف ما بين نقطة الهدف الموضحة في الشكل ونقطة الراسد الذي هو عبارة عن الجهاز بصورة مباشرة إما بالشريط أو بشعلة الاستادية أو بطريقة ذلال الزاوية المطلوب في هذه الطريقة أو في هذا الشكل هو عبارة عن استنتاج منسوب قمة البرج الخاص بالطاقة الكهربائية والتي موضحة بالرمج اتشكيو من الشكل نلاحظ أن لدينا الزاوية الفاوهي عبارة عن زاوية الميل بالنسبة للمنظار إلى قمة البرج النقطة كيو والمسافة فيه هي عبارة عن الحركة الرأسية التي تحرك المنظار في وضع رأسي إلى الأعلى النقطة هي عبارة عن نقطة الاتكاز الجهاز وإيوان هي عبارة عن ارتفاع الجهاز بالنسبة لخط النظر والنقطة بي هي عبارة عن نقطة الروبيض المرجعي الذي سيتم وضع المصطرة أو القامة الخاصة بإيجاد المنسوب بالنسبة للجهاز وبالتالي ربط الجهاز بنقطة الروبير بالنسبة للمنسوب واتشبيهها عبارة عن ارتفاع نقطة الروبير بالنسبة لمستوى المقرنة المحدد بالنسبة للمدينة التي يتم الرفع فيها من خلال هذا الشكل عزيزي الطالب يمكن تحديد خضوات الرصد على النحو التالي الخطوة الأولى يوضع ثيودريد فوق النقطة A قريبا من النقطة المرجعية الروبير B ويتم عملية إجراء الضبط المؤكد للجهاز النقطة الثانية يوجهها المنظار نحو القامة الرأسية التي يتم وضعها فوق نقطة الروبير ويضبط المنظار في وضع أفقي ثم تسجل قراءة الشعرة الوسطى ولتكن B1 على القامة الرأسية وذلك بغرض ربض منسوب الجهاز بمنسوب الروبير والنقطة الثلاثة يوجهها المنظار نحو الهدف Q ثم تسجل قراءتي الدائرة الرأسية في الوضع المتياسر والوضع المتيامن والنقطة الرابعة تقاس المسافة الأفقية D كما ذكر سابقا بدقة عالية باستخدام الطريقة المباشرة أو الغير مباشرة وبالتالي تكون المسافة المحصولة بين النقطة C ونقطة الجهاز A هي عبارة عن المسافة الأفقية D والتي تم قياسها بصورة دقيقة المعادلات الحسابية بالنسبة لإيجاد منسوب جمة البرج على النحو التالي بالاعتماد على الشكل السابق أولا بتطبيق المعادلة التالية التي من خلالها يتم إيجاد الـ HQ التي يعبر عن منسوب جمة البرج من الـ HP منسوب الروبير زايدا نقرأ H الذي يعبر عن قرأ المأخوذة على القامة فوق الروبير زايدا المسافة V وهي عبارة عن المسافة الرأسية التي تحرك المنظر من الوضع الأفقي لخط النظر إلى قمة البرج بزاوية مقدارها ألفا وتسمى هذه المعادلة بالمعادلة الرقم واحد المعادلة الرقم اثنين يمكن من خلال المثلث الفراغي المتكون ما بين الجهاز وما بين البرج الذي يقع قاعدته على البرج ورأسه على الجهاز يمكن استنتاج المسافة الرأسية التي تتحرك المنظر بحيث أن الـ V تساوي الـ D في تان الألفا التي هي عبارة عن زاوية حركة المنظر وبالتعويض في معادلة الرقم واحد عن قمة الفي ينتج لنا المعادلة التالية HQ تساوي HB زايدا الـ H زايدا الـ D المسافة الوفقية زايدا تان زاوية الارتفاع وبالتالي نكون قد حصلنا على المسافة أو على المنسوب بالنسبة لقمة البرج منسوبا إلى مستوى المقارنة المحدد لهذه المنطقة الطريقة الثانية الرسط من نقطتين في اتجاه واحد بالنسبة للهدف في هذه الحالة عزيزي الطالب يستخدم الثيو ديليت في رسط الهدف المطلوب تحديد منسوبه من نقطتين مختلفتين وذلك في حالة عدم إمكانية الوصول إلى الهدف بمعنى أن عملية الانتقال ما بين نقطة الرسط ونقطة الهدف غير ممكنة نتيجة لوجود عوائق أو تضاريس على سطح الأرض تمنع من الحركة خلال النقطتين وبالتالي من خلال الشكل الموضح نلاحظ أنه تم استخدام الجهازين جهاز فوق النقطة A والجهاز الآخر على النقطة B ويكونان على نفس الامتداد وتقريبا على نفس المنسوب لتسهيل عملية الرسط وبالتالي تسهيل عملية الحسابات المكتبية من خلال الشكل الموضح في الشاشة المطلوب هو عبارة عن إيجاد المسافة الرأسية HQ التي هي عبارة عن منسوب أعلى نقطة في برج الطاقة الكهربائية منسوبا إلى المستوى المرجعي الموضح في الشاشة وبالتالي من الجهاز الأول يتم رصد الزاوية الأولى ألفا واحد إلى قمة البرج مقابل لها زاوية الارتفاع أو مسافة الارتفاع الفي الموضح في الشكل والمسافة ما بين البرج والجهاز في النقطة الأولى تسمى بالدي وما بين الجهازين تسمى المسافة بالدي سمول وبنفس الاسلوب نكرر عملية في الجهاز عند النقطة الرقم 2 وبالتالي نستنتج الـ HQ ولزيادة عملية التوضيح نتبع الخطوات التالية لعملية الرسط أولا يوضع في دليل فوق النقطة A قريبا من نقطة الربيل B ويتم عملية ضد الجهاز بصورة مؤكثة اثنين يوجه المنظر نحو القامة الرأسية الموضوع فوق الربيل ويضبط المنظر أفقيا بحيث يكون محوره أفقي ثم تسفجر قراءة الشعر وسطه بغرض ربض منسوب الجهاز مع منسوب الربيل وبالتالي تكون القياسات بالنسبة لسطح المقارنة الخطوة الثالثة يوجه المنظر نحو الهدف Q ثم تسجل قراءة الدائرة الرأسية ألفا واحد ينقل الجهاز من فوق النقطة A إلى النقطة B ويعدل الرسط بعناية بحيث يكون ارتفاع الجهاز مساويا لارتفاعه في الوضع الأول بقدر الإمكان ثم يتم عملية توجه المنظر نحو الهدف وتسجل القراءة بالنسبة للدائرة الرأسية ولتكن الفاتو بالنسبة للمعادلات الحسابية وهي على النحو التالي الـ HQ المسافة الرأسية بالنسبة للبرج المطلوب وهي تساوي HP ارتفاع الروبيل زايدا قراءة المصطرة على الروبيل والتي هي عبارة عن H سواء كانت من الجهاز الأول أو من الجهاز الثاني زايدا المسافة الرأسية التي تحركها المنظر من الوضع الوفيلي إلى الوضع الرأسي ومن المثلث المضح في الشكل السابق A1QC و B1QC يمكن حساب المسافة الرأسية التي تحركها المنظر والتي رمزل لها بالرمز في واحد وتساوي في واحد تساوي D المسافة ما بين نقدة الهدف و نقدة الجهاز الأول مضروبا في تان ألفا واحد وأيضا من الجهاز في الوضع الثاني في واحد تساوي D كابتل زايدا دي سمول في تان ألفا اثنين D كابتل قيمة مجهولة لا نستطيع عملية قياسها ولكن D سمول المسافة ما بين الجهازين يمكن القيام بعملية استنتاج المسافة هذه من خلال القياس المباشر وبعملية مساواة أو بعملية فتح الدوس في المعادلة رقم ثلاثة نستنتج المعادلة رقم أربعة على الناحو الموضح في الشاشة ومن المعادلتين اثنين وأربعة نجد أن الدي تان ألفا واحد تساوي الدي تان ألفا اثنين زايدا الدي تان ألفا ثلاثة وبعملية ترتيب المعادلة باسلوب رياضي نستنتج أن قيمة المسافة دي تساوي الدي تان ألفا اثنين على تان ألفا واحد ناكسا تان ألفا اثنين ومن الممكن عملية تحويل التان إلى الصين بحيث نحصل على المعادلة الموضحة في رقم ستة ومن خلال معلومية المسافة دي من المعادلة رقم ستة نستطيع استنتاج الفي واحد والذي يساوي الدي مضروف في التان ألفا واحد تان ألفا اثنين على تان ألفا واحد ناكسا تان ألفا اثنين وبالتالي جميع البارامترات الموجودة في الحد الأيمن من المعادلة معلومة أو مقاسة وبالتالي فإن الفي واحد لا مصبحت معلومة ومن الممكن أن توجد من خلال المعادلة الموضحة في رقم ثمانة بدلالة صحيحنا الزاوية وبالتالي بعملية التعويض عن قيمة الفي واحد من المعادلتين السابقتين سواء كانت رقم سبعة أو رقم ثمانية في المعادلة الأولى رقم واحد نكون قد حصلنا على قينة منسوب قيمة البرج سواء كانت بدلالة تان الزاوية أو بدلالة صاين الزاوية كما هو موضح في المعادلتين تسعة وعشرة ثالثا الرسم النقدتين في اتجاهين مختلفين بالنسبة لنقدة الهدف في هذه الحالة عزيزي الطالب يرصد الهدف المطلوب تحديد منسوبه بجهاز الثيودليت من نقدتين على سطح الأرض هاتان النقدتين قد تكونان على منسوب واحد ولكن ليس على اتجاه واحد وبالتالي فأن كل منهما تصنع اتجاه مختلف مع الهدف المرسود وقد تقعان في مستوى مختلفين وأيضا قد يكون الهدف ذات منسوب مختلف عن منسوب النقدتين الخاصة بالجهاز حيث يتم تطبيق هذه الطريقة في حالة عدم التمكن من الوصول إلى قاعدة الهدف المرسود لقياس الزاوية أو لقياس المسافة بصورة مباشرة بين الهدف ونقدة الراصد وكذلك عندما تكون تضاريس الأرض التي يتم فيها الرفع المساحي غير منتظمة وذات انحدارات شديدة يصعب وضع الجهازين على مسار واحد كما في الطريقة السابقة والشكل التالي عزيزي الطالب يوضح عملية استخدام الطريقة رقم ثلاثة بالنسبة لعملية رصد قمة البرج كيو بغرض إيجاد منسوبها اتش كيو منسوبا إلى مستوى المقارنة الموضحة في الشكل وبالتالي يتم وضع الجهاز اه والجهاز بي في وضعين مختلفين بالنسبة للمنسوب وبالنسبة للمسار امام الهدف والذي هو عبارة عن برج النقل الطاقة الكهربائية من خلال الشكل توجد لدينا عدة قراءات الزاوية الفا في الوضع الاول تقابلها عبارة عن المسافة الرئاسية في واحد الزاوية الفا تو للوضع الثاني المقاسة إلى قمة البرج تقاس من خلال حركة رئاسية في اثنين وبالتالي لدينا مثلث عبارة عن مثلث وهمي او فراغي موجود ما بين الثلاث النقاط الذي هي عبارة عن نقضة الجهاز الاول والثاني ونقضة الهدف الذي هو عبارة عن البرج مثلث يمكن فيه قياس زاويتين واستنتاج الزاوية الثالثة بصورة مباشرة ولتوضيح عملية الوصول إلى منصوب قمة البرج بهذه الطريقة نتبع الخضوات التالية من الشكل السابق يتم وضع الجهاز فوق النقضة A ويعد لعملية الرسل ثم يوجه المنظار نحو القامة الرئاسية فوق الروبيل وذلك بغرض تحديد منصوب الجهاز في هذه النقضة بالنسبة للروبيل المرجعي فيكون ارتفاع خط النظر عند هذه النقضة B ويساوي H1 أيضا يوجه ذلك المنظار نحو النقضة B وترسط بدقة باستخدام مسامير الحركة الأفقية الزاوية الأفقية مع تسجيل هذه القراءة على الدائرة الأفقية لغرض عملية استنتاج الزاوية المحصولة ما بين الجهاز في الوضع الأول والوضع الثاني ونقضة الهدف الذي هو عبارة عن البرج النقضة الثالثة يوجه المنظار نحو الهدف Q ثم يتم رسط نقضة الهدف بدقة عالية ويتم تسجيل قراءة الدائرة الأفقية المناظرة للـ RQ وقراءة أيضا الدائرة راسية ألفا واحد ويفضل قفل الأفق عند النقضة B وذلك زيادة دقة رسط الزاوية الأفقية المحصولة ما بين الجهاز في النقضة A والجهاز عند النقضة B وبالنسبة للراسط ينقل الجهاز من نقضة A للنقضة B وتكرر بنفس الأسلوب قياس زاوية أفقية بالنسبة للنقضة A أيضا قياس زاوية راسية بالنسبة للنقضة A ونقضة الهدف الذي هو عبارة عن الضرج وهي عبارة عن الزاوية ألفا اثنين ملاقص القراءات المخوضة سابقا يوضح في الجدول السابق من خلال النقضة الأولى تم عملية غسط عدة نقاض التي عبارة عن B نقضة الروبير وB التي عبارة عن نقضة الجهاز وثم عملية النقضة Q التي عبارة عن جمة البرج وأيضا العودة مرة أخرى إلى النقضة B بغرض قفل الأفق أيضا تم عخذ قراءات الدائرة الأفقية عند النقضة B والنقضة Q وأيضا عند الرجوع مرة أخرى إلى النقضة B أيضا تم في الوضع الأول قياس الزاوية ألفا واحد وهي الزاوية الراسية التي تحركها منظار إلى جمة البرج المقابلة لقراءة الجامة على الروبير والتي هي عبارة عن B1 ما تم عمله في النقضة سيكرر بنفس الأسلوب في النقضة B وبالتالي فإن معادلات حساب المنسوب HQ على النقضة التالي يتم تحديد قيمة الزاوية الأفقية γاما وبيطا وثيتا بالنسبة للزاويتان بالنسبة للزاويتان ثيتا وبيطا الزاوية ثيتا تقع على الجهاز في النقضة A والزاوية بيطا هي الزاوية الأفقية التي تقع على النقضة B بالنسبة للوضع الثاني للجهاز وبالتالي هاتان النقضتان يمكن قياسهما بصورة مباشرة من خلال قراءات الدائرة الأفقية الموجودة على الجهاز الثيودريد أما بالنسبة للزاوية ثيتا للزاوية غاما فهي عبارة عن زاوية يمكن عمليا استنتاجها من خلال إيجاد مجموع الزاوية الداخلية المثالة والتي تساوي 180 درجة لاكسا قراءة الزاويتين المقاستين عند النقضة A والنقضة B بالنسبة للوضع الجهاز وبالتالي تم الحصول على جميع الزاوية الداخلية وبالرجوع إلى الشكل السابق عزيزي الطالب نجد أن المثالة ABC معلوم في زوايا الثلاثة وطول الضلع AB أي المسافة ما بين الجهاز الأول والجهاز الثاني يمكن قياسها بكل سهولة حيث أنه يمكن قياسها بصورة مباشرة باستخدام شريط القياس أو بصورة غير مباشرة باستخدام طريقة شعرات الاستادية وطريقة الزاوية وبالتالي باستخدام قانون جيب الزاوية نستنتج دول الBC ما بين الوضع الثاني للجهاز ونقضة البرج من المعادلة التالية AB بمعلوم في ساين الزاوية ثيتا على ساين الزاوية غاما وأما الضلع الآخر AC يمكن إيجاده من المعادلة EB في ساين البيتا على ساين الغاما كما هو موضح في المعادلتين واحد واثنين من خلال المسافتين BC و AC يمكن حساب فرق الارتفاع في واحد وفي اثنين وهي عبارة عن المسافتين التي تحركها المنظار في الوضع الأول إلى الوضع الرأسي والوضع الثاني بالنسبة للوضع الرأسي لجهاز الزاوية ألفا 2 كما هو موضح في الشكل في واحد تساوي EC في تان ألفا واحد وفي اثنين تساوي BC في تان ألفا اثنين وبذلك يمكن حساب منسوب النقدة Q مرتين الأولى بالنسبة لمنسوب نقدة A والثانية بالنسبة لمنسوب نقدة B كما هو موضح في المعادلتين خمسة وستة حيث أنه Q HQ تساوي HA زايدا H1 زايدا في واحد أو أنها تساوي HB زايدا H2 زايدا في اثنين وكل البرامترات الموجودة في الحد الأيمن من المعادلتين معلومة ومقاسة بالدكة عالية عزيزي الطالب في نهاية هذا اللقاء سوف نسلد ملقص عامل محتوية اللقاء حتى يتم ترسيخ المعلومات من خلال الشرح السابق نكون قد تطرقنا إلى توضيح مفصل عن الميزانية المثلثية حيث تم تعريف هذه الميزانية بأنها تحدد بأن الغرض منها تحديد فرق الارتفاعات بين النقاد أي المناسيب ولكن بطريقة غير مباشرة باستخدام بعض المعادلات الرياضية المعتمدة في الأساس على قراءة الزاوية الرأسية والمسافة الأفقية وتم التركيز في هذا اللقاء على شرح الميزانية المثلثية البسيطة والتي تنقسم إلى ثلاثة طرق تعتمد في الأساس على تضاريس المنطقة التي يتم فيها النشاط المساحي وهذه الطرق هي على النحو التالي رصد الهدف من نقضة واحدة رصد الهدف من نقضتين في اتجاه واحد بالنسبة للهدف الرصد من نقضتين في اتجاه مختلفين بالنسبة للهدف هذه عبارة عن ثلاثة طرق تم توضيحها سابقا بالمعادلات الرياضية المفصلة والأشكال التوضيحية لإيجاد قمة البرج HQ التي وضحت في الأشكال السابقة عزيزي الطالب يوجد مرفق خاص بالمهام والتكاليف التي يجب أن تقوم بها حتى يتم ترسيخ المعلومات التي ذكرت في هذا اللقاء وتعم الفائدة العلمية يجب تسليم ما تم ذكره في المرفق خلال أسبوع من تاريخ هذا اللقاء على الإيميل الموضح في الشاشة وإلى لقاء قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته